صحيح زي ما قلت لكم في البداية احنا منتخبنا الوطني غاب عن كاس العالم طبعا اللي بيلعب دلوقتي اللي موجود عشرين اتنين وعشرين والحقيقة كلنا يعني صحيح الناس كلها بتتفرج بس اكيد كلنا كان نفسنا مصر تبقى موجودة وتبقى حاضرة ومصر تستحق انها كانت تبقى موجودة وان شاء الله يعني السنوات المقبلة تكون مصر بإذن الله موجودة وقدرة يكون الملف الرياضي بقى في احسن حال لكن اللي عوضنا شوية هو الكرة الكرة يعني ايه الكرة اللي بتلعب اللي بيلعب بيها كاس العالم هي كرة صناعة مصرية فيه ناس كتير عارفة وفيه ناس كتير مش عارفة تعالوا نحكي الحكاية صناعة مصرية يعني ايه شايفين الكرة البديعة دي دي بتصنع في مصانع مصرية بالتعاون مع شركة الادوات الرياضية العالمية اللي صممتها لكن المفاجأة ان مصر حتكون مركز تصدير الكرة نفسها اللي انتوا شايفينها ليه العالم كله وحتكون معتمدة لأغلب البطولات السنة دي فطبعا دي رحلة والكرة اسمها الرحلة كل كرة عالم بيبقى يعني كل كرة لها اسم بتبقى رجعة لطبيعة كرة العالم موجود فين مكانه فين ويختاروا له اسم بما ان احنا في قطر فاحنا في العالم العربي فتم اختيار الرحلة وهي لايقى الحقيقة رحلة صناعة كرة مصرية رحلة حلوة احنا هنمر بيها للعالم خطوة مهمة جدا ان احنا نكون في رحلة اكبر علشان نعمل توطين للصناعات المصرية اللي احنا منقولها ومش بس الصناعات المصرية والادوات الرياضية اولا مصر بلد رياضي وفيها العاب رياضية كتير وفيها حاجات كتير الكرة شكلها جميل جدا والكرة كمان هتفتح ابواب الاستثمار والتصدير بشكل كبير مش بس للكرة ممكن قوي تدخل معها عدد من الادوات الرياضية انت عارف انه فكرة ان انت يبقى عندك الكرة بتاع كاس العالم ويبقى طول الوقت مكتوب عليها ميدن ايجيبت او صناعة مصرية ده فخر حلو يعني وانا بتفرج على الكرة وهي بتجري في الملاعب ومن فريق لفريق 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 هي كرة مصرية تحس ان انت برضو موجود وبتشارك وليك وجود وتبقى شكلها حلو السور بتجمع اولا كل الفرق طبعا بتلعب بيها كل الفرق بتتصور بيها وده بيأكد لك ان احنا قادرين احنا نقدر نحن قادرون على صناعة ونقدر نعمل صناعة حلوة ونقدر نبدأ نشتغل في حاجات كتير ولما انت تبقى السنة دي كلها الكرة المصرية هذا المنتج المصري مع شوقة العالم اللعبة لكرة القدم تبقى موجودة في الملاعب العالمية اعتقد دي انطلاقة هتبقى حلوة جدا تبقى موجودة في الملاعب العالمية